إذن للحديث عن هذه الاتفاقية اليوم ينضم إلينا الوزير الأسبق وأستاذ العلوم السياسية دكتور أمين المشاقبة دكتور أمين أهلا وسهلا بك إذن دكتور أمين اليوم بعد مضي ثلاثين عاما نتحدث ونراجع هذه الاتفاقية نتوقف عند محطات عدة ولكن السؤال الأهم اليوم هل عملت هذه الاتفاقية أو كبلت هذه الاتفاقية أيدي الأردن عن الدفاع عن قضايا عروبية مستمرت عمان بأداء دورها العروبي والإسلامي ستي يعني شكرا على الاستضافة المعادة السلام لم تكبل الدور الأردني واليد الأردنية في دعم الأشقاء الفلسطينيين عبر ما يزيد عن ثلاثين عاما وقبل ذلك بكثير احنا عقدنا معادة السلام من أجل مبدأ الأرض مقابل السلام ومن أجل تطبيق قرار 242 وقرار 338 وهذه قرارات مجلس الأمن الدولية على الانسحاب الشامل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ويمكن السير في هذه المعاهدة كان هدفه تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية وتعزيز دور الوفد المفاوض الفلسطيني اللي كان بمنظمة التحرير علما أنه وقعوا أوسلو عام 1993 قبل الأردن وأحنا صرنا يعني بعد ذلك مضطرين أنه نوافق الموقف العربي الداعي لعملية السلام الذي يسعى لتحقيق سلام عادل وشامل بين الأردن وإسرائيل وبين الأردن والعرب بشكل عام على أن تقام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت في الخامس من حزيران عام 1967 وبالتالي الأردن منذ نشأته إلى يومنا هذا نتحدث عن ما يزيد 103 أعوام من عمر الدولة الأردنية لم نكن في يوم من الأيام إلا بصف الشعب الفلسطيني ودفاعا عن قضاياه ودفاعا عن حقوقه ويمكن المطلع اليوم على خطابات سيدنا جلالة الملك عبد الله الثاني يجد ما في خطاب في مؤتمر دولي أو حتى في لقاءات للزوار الكبار الذين زوروا الأردن أو في الأمم المتحدة إلا ويتحدث جلالة الملك عن القضية الفلسطينية وعن ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة وهذا اللي هو مبدأ حل الدولتين اللي الأردن سائر عليه طبعا المعاهدة لم تمنع الأردن من تسيير ما يزيد عن 200 طائرة من المساعدات إلى قطاع غزة ولم تمنع المعاهدة الأردن من تسيير قوافل السيارات أو الشاحنات للمساعدات الطبية والإنسانية والمعاهدة لم تمنع الأردن من أن يقوم بثلاثة مستشفيات داخل قطاع غزة دعما للشعب الفلسطيني يمكن هناك قول إلى المغفور له جلالة الملك حسين قال من قدم للقضية الفلسطينية أكثر من ما قدم الأردن فليبرز نفسه وبالتالي نحن طول عمرنا البعد الجغرافي البعد التاريخي البعد الديمغرافي في تشابك بين الأردن وفلسطين ولم نتخلى في يوم من الأيام عن القضية الفلسطينية ولا زال جلالة الملك حتى يمكن إذا تراجعي أنت 19 كتاب تكليف سامي لرؤساء وزارات أردنيين كل خطاب تكليف سامي يوجد فيه نص فيما يتعلق بحل الدولتين والموقف الأردني واضح فالأردن مهما ظهر من مشككين أو ناس يحاولوا أن يصطادوا في الماء العكر تجاه الموقف الأردني والدول الأردني نحن طول عمرنا ملتزمين في القضية المركزية الأولى اللي هي قضية فلسطين نهيكي عن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية داخل القدس الشريف وهذا يمكن أحد النصوص الواردة في معاهدة السلام الأردنية اللي أجريت في عشر تشرين ستة وعشرين تشرين أول عام 1994 يمكن أنا أذاكر قبل ذلك قبل توقيع المعاهدة في وادي عربة بحضور الرئيس الأمريكي بيلي كلينتون وحضور رئيس الإسرائيلي وايزمان وحضور جلالة الملك المقفور له الملك حسين بالإضافة إلى رئيس الوزراء الأردني المرحوم عبد السلام المجالي بالإضافة إلى رئيس الوزراء الراحل إسحاق ربيد جلالة الملك في عشر تشرين أول 1991 عقد اجتماع عام لكل وجهاء ورؤساء البلديات وعضاء البلديات والنوادي والجمعيات في قصر الثقافة في عمان فكان قصر الثقافة يحتوي ما يزيد عن 2500 بني آدم وخطب جلالة الملك حسين رحمه الله خطابا تحدث فيه عن كل المغطيات السياسية وبالتالي أنه فيه توجه عربي نحو عملية سلام شامل وعادل يحطب حقوق الشعب الفلسطيني فتم تأييد جلالة الملك في ذلك اللقاء اللي هو المؤتمر الوطني العام اللي انعقد فيه العام 1991 ومنذ ذلك انطلق الأردن نحو مسيرة السلام نحو اللي قبلها كان في عنا لقاء مدريد أو مؤتمر مدريد اللي احنا احتوينا أو جعلنا الوفد الفلسطيني تحت المظلة أو تحت العلم الأردني دخل الوفد الفلسطيني وكان رئيس الوفد أنذاك المرحوم وزير الخارجية الأردني السابق كامل أو جابر وبالتالي اللي اقوله أنا انه احنا في الأردن لا معاهد السلام تمنعنا ولا اي معاهدة اخرى تمنعنا من ان نقف مع حق الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوق المشروعة والتي يعترف فيها العالم صحيح انه في حالة من التطرف داخل اسرائيل اليوم لكن هذه لا تستقيم مع الزمن لا تستقيم في النهاية هناك حقوق بشروع للشعب الفلسطيني قيام دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي التي احتلت عام 67 وبالتالي هذا موقف الأردن لم يتغير من أيام من أيام ملك عبدالله الأول المؤسس إلى الملك طلال إلى المغفور له الملك حسين إلى جلالة سيدنا الملك عبدالله لحد اليوم هذا هو الموقف الأردني ولم نبخل على الفلسطينيين عبر التاريخ بأي شيء نحن قبلنا وجود اللاجئين عندما كانت اتحاد الضفتين الضفة الشرقية والضفة الغربية ثم بال67 النازحين وحتى الهجرة الناعمة التي تأتي على الأردن كمان احنا قابلينها وعطينا وعطينا كمان لكل من لا يملك جواز السفر مشان يسهل مهمته في العلاج أو في الدراسة أو في السفر أعطينا ما يسمى جوازات سفر مؤقتة سنتين لكل الفلسطينيين حتى قطاع غزة وبالتالي احنا موقفنا الأردنية واضحة ومعروفة لدى الجميع ولا نسمع حتى لأحد أن ينكر أو يقلل من هذا الدور الموقف الأردني واضح وراسخ وتفضلت بالتعريج على محطات تاريخية عدة في رحلة توقيع هذه التفاقية اليوم عندما نتحدث ربما التساؤل الأبرز كان فيما يتعلق ليس في الموقف الأردني الثابت والراسخ وإنما في هذا التوازن الذي تحققه القيادة الهاشمية بقيادة جلالته وكذلك الرسائل التي يحملها دائما وزير الخارجي على لسان جلالته خاصة عندما نتحدث عن بداية هذه الحرب التي حذر منها جلالة الملك مرارا وتكرارا وهذا التصعيد اليوم في المنطقة فاليوم السؤال الذي بدأت به إن كانت قد كبلت هذه الاتفاقية هو يتوجه بنا إلى السؤال التالي وهو فيما يتعلق بهذا التوازن المتحقق بأن وجود هذه المعاهدة وأن تتفضلت إلى الشق الإنساني فيها لا يمنع الشق السياسي بما يحدث وبالحفاظ والمنادع على حقوق الفلسطينية وكذلك بإدانة كل ما يحدث من الجانب الإسرائيلي المتطرف في هذه الحرب الأخيرة يعني بدنا نرجع شوي إلى سنة عندما بدأت حرب 7 أكتوبر الأخيرة كان الموقف الأردني ضد استمرار هذه الحرب والموقف الأردني ضد المجازر وحرب الإبادة التي تقوم بها إسرائيل داخل قطاع غزة وحتى في جنوب لبنان فالموقف الأردني واضح جدا ويمكن أن المعاهدة السلامة عززت قوة الأردن تجاه إسرائيل وأعطيك الدليل أنه جلالة الملك حسين عندما تم محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان حط المعاهدة على المحك أنه يا تجيبوا العلاج اللي ضد السم اللي أعطيتوه لخالد مشعل أو نلغي المعاهدة فخلال دقائق أو أقل من دقائق كانت طائرة الهولوكوبتر في جيبة الدواء والعلاج اللي أشفى خالد مشعل اللي طيب لليوم وعلى غير ذلك كان أحمد ياسين مريض مريض بالمستشفيات أخرجوا جلالة الملك إلى المدينة الطبية وعالجوا في المدينة الطبية خروج جلالة الملك بالطائرة لإنزال المساعدات على قطاع غزة كمان هذا من موقع قوة من خلال المعاهدة يعني أنا عامل معاك معاهدة وبالتالي أنا إلي مواقف سياسية وهذه المواقف السياسية والتصرفات يجب أن تحترم من قبل دولة إسرائيل وأي دولة أخرى في العالم وبالتالي اللي أقوله أنا أنه إحنا في الأردن موقفنا واضح وثابت ويمكن الدول اللي بلعب وجلالة الملك على المستوى العالمي واضح للعيان لا أحد ينكر أنه جلالة الملك يسعى إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية إحنا في الأردن طبعا يمكن المعاهدة إذا أنت تقرأي المقدمة للمعاهدة المقدمة ركزت على تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة إقامة السلام على أساس قرار 242 قرار 338 تعزيز السلام على أسس الحرية والمسواة والعدل في المنطقة إحنا لما عملنا الاتفاقية أولا حددنا الحدود بين الأردن وفلسطين التاريخية حسب وثائق الانتداب الانتداب البريطاني 1920 حددنا هذه الحدود وبذلك منعنا إسرائيل من التفكير في موضوع إسرائيل الكبرى أو تصفية القضية على حساب من؟ على حساب الأردن وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلة ويمكن المعاهدة هي تحديد الحدود إضافة إلى الدفن كلمة الوطن البديل فالفلسطين هي فلسطين والأردن هي الأردن وبالتالي إحنا مواقفنا تجاه الشعب الفلسطيني واضحة للعيان ولا نخفي شيء ولا نخبي شيء على كل الصعود حتى إذا أخذت على البعد الديمغرافي في الحالة الأردنية عنا أردنيون من جذور أو من أصول فلسطينية وهم أمام القانون سواء مع كل الأردنيين وبالتالي يتمتعوا بكامل الامتيازات المتعلقة بالموطنة وهذا أحد الدلائل والمؤشرات على قوة العلاقة الأردنية الفلسطينية نحن لم نتخلى عن الفلسطينيين ولن نتخلى عن الفلسطينيين لا اليوم ولا بكرة ومع حقوق المشروع على الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة تقولت لك أنا أنه في حالة لير طبيعية داخل الحكومة الإسرائيلية اليوم تضرب يمينا نصارا تضرب في بيروت تضرب في دمشق تضرب في إيران تضرب في غزة تضرب في الضفة الغربية لكن نحن موقفنا واضح تجاه القضية الفلسطينية والمرتكزات وأعتقد أنه إذا أخذنا مرتكزات السياسة الخارجية العردنية إحدى المرتكزات هو القضية الفلسطينية وحل الدولتين يمكن زي ما تفضلت أخونا عيمن الصفدي مع علي عيمن الصفدي في كل لقاءات وحتى شرس يعني مرات في الموقف الأردني وإبراز الموقف الأردني أنه إحنا ضد الإبادة الجماعية وضد الجرائم التي تقام ولا بد من إيقاف هذه الحرب الشعواء التي يشنها اليمين المتطرف الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتحدث كذلك أيضا عن هذه الاتفاقية في عدة مناحي في بداية هذه الحرب الإسرائيلية وركز على إضاءة معينة فيما يتعلق بما تسمحه هذه الاتفاقية والموقف الأردني الثابت والراسق أشكرك جزيل الشكر على كافة هذه الإضاءات وكافة هذه الوقفات بقي أنا أقول بأعجالة اللي أقوله أنه أحنا في هذا الوطن عنا تماسك اجتماعي وعنا وحدة وطنية بين كل المكونات الاجتماعية هناك تشكيك بالدور الأردني واللي أقوله أن هذا الوطن الوطن ثابت وراسق ومتجذر في موضوع الوحدة الوطنية وبالتالي لا نسمح لأحد أن يشكك بالدور الأردني والمواقف الأردنية الواضحة للعيان أمام الجميع وما مقبيشي بالبلدني أشكرك اشكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة